السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ثالثة إعدادة أهلا بيكون في فيديو النهاردة من النهاردة معنا The Last Two Lessons آخر درسين من Unit 7 Our World الدرسين Lessons 5 and 6 نتكلم فيهم عن نصين مهمين جدا بخصوص حيوانات مهمة جدا عندنا منجوسز اللي هو حيوانات النمس وعندنا كاركال أو كاركالز اللي هي القطة البرية يلا بينا وهنبدأ دلوقتي بالمانجوس تليها بعد كده الكاركالز ومع عرض برضو لكلمات الدرسين والأفعال وتصريفاتها وهنحل برضو exercise بسيط كده على الشغل بتاعنا ده ويلا بينا بقى ومعنا دلوقتي يا شباب نص في موتال أهمية خاص بمانجوس ايه بقى معنى مانجوس مانجوس اللي هو النمس حيوان النمس هنتعرف عليه وعلى مواصفاته وعلى المكان اللي بعيش فيه الموطن بتاعه الهابتة يعني اللي هو بعيش فيه skills ما هي ترى مهاراته ايه lifestyle اسلوب حياته هل هو نشيط ولا غير نشيط بيقول لي there are about 30 different species of mangooses in the world في حوالي 30 نوع مختلف 30 فصيلة مختلفة من المنجوس in the world طيب الappearance يا ترى المظهر بتاعه عمل ازاي وشكله عمل ازاي a mangoose has a long body الجسم بتاعه long طويل كده with short legs رجوله وسيارة and a long tail ويديله طويل their bodies are covered by thick fur يعني الاجسام بتاعتها بتاعت المنجوس يعني مغطاة ب thick fur يعني فروة thick سميك شوف بقى جمال skills بتاعت المنجوس المهارات بتاعت هذا الحيوان حيوان النمس مهارات النمس mungoses can't see and hear very well يقدر يشوفوا يقدر يسمعوا كويس جدا which helps them to find food طبعا الحاجات دي بتساعدهم انه هما find food يجدوا الاكل بتاعهم and avoid danger avoid danger يعني يتجنبوا الخطر ده ايه موضوع seeing الرؤية والسم mungoses are famous for fighting snakes مشهورين حيوان النمس دوت هو حيوانات النمس عموما مشهورة ب مقاتلة snakes التعبين بتحب تتعارك وتقاتل snakes they are able to kill snakes by biting them حيوانات النمس ديت قادرة على انها تقتل التعبين ازاي by biting them عن طريق لطغوم او عضهم طيب نشوف الموطن بتاع المونجوس المونجوس is found in africa asia and parts of europe هذا الحيوان يتواجد في افريقيا واسيا و اجزاء من اوروبا it lives in forests دا بيعيش في الغبات wetlands والاراضي الراطبة or grasslands او الاراضي العشبية under the ground or rocks تحت الارض او الصخور في عام 1800 المونجوس were taken to live in several islands in hawaii and the caribbean to control the red populations there في عام 1800 وما بعدها كده ببضع سنوات هذه الحيوان هذه الحيوانات المونجوس عموما تم اخذوهم خليب لك دي مبنية مجهول were taken او خيزو ليعيشوا in several islands في جزر متعددة فينا حتة بالضبط in hawaii and the caribbean في جزر جزر هواي ويجزر يعني كاريبيان علشان يسيطروا على توالد الفئران هناك however they are endangered ولكنهم معرضون للخطر mainly because of defrustation mainly because of defrustation اساسا بسبب defrustation defrustation بسبب إزالة الغبات إزالة الغبات and loss of habitat وفقد الموتن بتاعهم منغوسيز eat small animals such as rats birds frogs and lizards and also seeds eggs and nuts حيوانات النمس بيأكلوا ايه او بتغزوا على ايه بيأكلوا حيوانات صغيرة ساتش يعني مثل الفئران والطيور والدفادع والسحالي and also seeds والبزور ايضا eggs والبيض and nuts والمكسرات منغوسيز are active بالنسبة لأسلوب حياتهم فهم نشطاء during the day اثناء النهار and sleep at night ويناموا بالليل although some leave alone برغم أن البعض منهم بيعيش لوحده many live in large groups لكن الكثير منهم بيعيش في مجموعات كبيرة of up to 50 يعني لما يصل إلى خمسين حيوان where each one حيث أن كل واحد من هذه الحيوانات has a role to play has a role to play يعني عنده دور يقوم به some hunt and others look after the young البعض منهم بيصطاد والآخرين بتعتني بي الصغور they can live for up to 10 years in the wild يعني يمكنهم أنهم أنهم يعيشوا إلى ما يصل إلى عشر سنوات in the wild يعني في الطبيعة البرية عندنا حيوانات أخرى زي caracals caracals اللي هي نوع من القطط البرية المتواجدة في أفريقيا وفي آسيا بيقول لي بنسبة للمظهر بتاعي ترى الشكل الحيوانات ديت القطط البرية بيقول لي the caracal is a beautiful gold colored wild cat with large ears ده عبارة عن حيوان beautiful حيوان جميل ولونه دهبي كده وله أذن large كبيرة caracals are not very big ما هم ماش ضخمين قوي they grow to about 90 cm long يعني هما بيكبروا إلى حوالي 90 cm طولا طولهم حوالي 90 cm لنسبة لي skills المهرات بتات الكاراكالز واللي كاراكالز large ears الودان بتاعوتهم الكبيرة بتسعيدهم help them to hear very well إنه مسمى كويز جدا they also have a lot of fur they have they also have a lot of fur on their feet له مفرق كثيفة في القدم في أقدامهم which makes it difficult for other animals اللي بتاع المنصابة على حوالات أخرى to hear them إنها تسمعهم when they are trying to catch them عندما يحاولوا يعني الحوالات التنذيان تحاول أنه يعني تصطدهم كاراكالز can also jump very high يمكن برض ينط ويقفز لأعلى قوي and are able to climb trees ويقدروا أنه يتسلقوا الأشجور habitat يطرق الموطن بتاع الكاراكالز إيه القطة البرية دي إيه كاراكالز are found in many places in Africa and the Middle East متوجدين في أماكن كثيرة في أفريقيا وفي الشرق الأوسط they live in deserts هم يعيشين في الصحراء but also in grasslands and forests ولكن أيضا في الأراضي العشبية والغابات بالنسبة ل الطعام اللي بيأكلوا الكاراكالز والكاراكالز catch and eat many animals بيصطادوا بيأكلوا حيوانات كتير including منغوس من ضمن هذه الحيوانات اللي بيأكلوا برضو الحيوانات المنغوس اللي هي النمس بيردز ويأكلوا برضو تيور and rabbits ورانب طب اسلوب حيات الكاراكالز والكاراكالز غالبا بيعيشوا في holes في حفر that are made by other animals اللي بيعملها الحيوانات التانية كاراكالز usually have between three and six babies ليهم يعني بينجبوا حوالي من ثلاثة لستة ستة بيبيهات called kittens بيطلق عليهم الكطة الصغيرة who stay with their mother اللي يقيموا مع أمهم for about ten months مع أمهم بيعدوا حوالي عشر شهور كاراكالز can live for up to twelve years in the wild يمكنهم أنهم يعيشوا إلى ما يقلوا من 12 سنة في الويلد في الطبيعة أو البيئة البرية دلوقتي يا شباب نبص بقى على الكلمات الخاصة بالدرسين خامسة وستة heading اللي هو عنوان رئيسي confused متحير أو مرتبك tongue twister كلمة صعبة النط tongue twister skill يعني مهارة lifestyle اسلوب الحياة appearance المظهر الخارجي roundabout يعني ممر دائري أو دوران roundabout عندي بعد كده personification تشخيص أو تكسيد fur يعني الفراء الفرو يعني aim يعني هدف label يلزق بطاقة أو بطاقة معلومات زي مثلا بلوفر أو جاكت في كده حاجة من وراء كده من عند الأفا من وراء دي اسمعها label يا جماعة طيب wild معناها البرية أو يعني طبيعة برية poem يعني قصيدة شعرية product يعني منتج discuss يونوكش موضيها discussed explain يشرح موضيها explained letter حرف أو خطاب shell يعني صدفة humans البشر turning منعطف exhibitions تعبيرات topic يعني موضوع clarification توضيح أو إضاح repeat يكرر ويردد traffic lights إشارات المرور habits يعني عادة جمعها habits caracal حيوان الوشق المصري هو نوع من القطط يعني قطط برية research مضيها research يبحث أو بحث several دي صيفة بمعنى عديد ومتعدد control يتحكم مضيها controlled population تعداد سكان volcano بركان forest غابة kill يقتل مضيها killed منقوس مهم الموضوع ده منقوس رنا منقوس يعني نامس avoid يعني يتجنب loss فقدان أو خسارة tail اللي هو الديل alone وحيد أو بمفرده أو منعزل role يعني دور وrole دي بتيجي مع play play role يعني يلعب دور form يكون أو يشكل heat حرارة hunt start the middle east الشرك الأوسط flood water مياه الفيضان مياه الفيضان flood water fires حرائق invented اخترع طبعا مصدر invent postman ساعي البريد وليتقاب كأس العالم seeds بزور بزور النبات يعني اللي تحطو في الأرض عشان تنمو the mediterranean sea البحر المتوسط introduction مقدمة التصريفات مهمة جدا يا شباب mean mint mint يعني يعني أو يقصد hear heard يسمع understand understood understood fight fought fought يقاتل ويتشوغر ويتعارك bite bit bitten bite bit bitten ليا يعود أو يلدغ catch quote write wrote written break broke broken teach taught taught give give given say set said sell sold sold لازم حافظ التصريف وات يا شباب من الكلمات البرزة جدا نخلي بالنا منها هي confused يعني مرتبك caracal اللي هو القط البري fur اللي هو fur label اللي هو بطاقة كده بتتلزئ حاجة كده بتتلزئ على الملابس مثلا زي ما قلنا بتتلزئ على الملبس كده أو القميس أو الجاكت من ورا كده من فوق عشان بيقول لك الخيامة دي ايه منين وصنوعة فين ومشعلا فيه بيانات يعني عنها برضو لو انت عندك علب الدواء في ورقة كده عليها دي سمها برضو ايه label زي مولصق كده عليها بيقول لك بيتكوى من كذا كذا ومصنوعة امتا وشوات بيانات منجوز قلنا اللي هو نامس lifestyle اسلوب الحياة عندي بعض التعبيرات المهمة جدا وحروف الجر ask for direction يعني يطلب الاتجاهات بيسأل عن الاتجاهات عشان يوصل لمكان معين give directions يعطي اتجاهات عشان الشخص يوصل say the other way تقول هذا بطريقة اخرى I see يعني انا افهم اللي انت تقصده look after يعتني بي has a role to play عنده دور يقوم بي gold colored لونه زهبي desert animals حيوانات صحراوية بتعيش في الصحراء give an example يعطي مثال get from كذا تو كذا يعني يعني يصل من كذا يعني من مكان معين الى مكان اخر فيما صفور مشهور بي under the ground تحت الارض during the day اثناء النهار a group of up to 50 يعني مجموعة تصل الى 50 leave for up to يعيش لمدة تصل الى كذا كذا information text يعني نص يعطي معلومات for much of the year يعني المعظم السنة as well as بالاضافة الى give clarification يقدم توضيح او يوضح معنا بعض الاسئلة بيقول لي he was a when he met my twin brother هو كان ايه لما قابل اخويا التوأم he couldn't recognize me ما يقدرش يميزني يبا هو كان ايه ولا confused ولا angry ولا بور طبعا confused يعني بورتبق ومتحير بعد كذا نمبر 2 mangrove's body is covered with thick noot to keep it warm يبا لجابة يبا لجابة يبا فر يعني مغطى به فر وكسيف علشان يحافظ على دفء ورقم ثلاثة hear not is to become a nuclear scientist in the future يبا hear aim يعني هدفها لها تصبح علي منوية in the future في مستقبل نمبر 4 mangrove's can see and hear well which helps them to know a danger to avoid danger تتجنب الخطر يتجنبوا الخطر طبعا عن طريق انهم بيقدروا يسمعوا ويقدروا يشوفوا كويس بعد كذا خمسة although some of the mangrove's leave noot many live in large groups يبقى although some of the mangrove's leave alone لطربيه لجابة صح رقم 6 the letter was delivered by the this morning by the postman يعني الخطاب تم تسليمه بواسطة ساعي البريد هذا الصباح رقم 7 the manager المدير نقط the work تبقى organize the work يعني ينظم العمل in the office في المكتب he tells everyone what to do بيخبر كل واحد بالله يقوم به رقم 8 حيوانات النمس بيقدروا التعبين يقدروا يتروا التعبين يبقى تسعة نقط طبعا تبقى البزور الجديدة رقم 10 the نقط is growing اه مثلا مصرع مليان طبعا عدد السكان تعدد السكان يبقى الاجابة الصحيحة بعد كده رقم 11 وين باسم هذا لما باسم يكون عنده مشكلة يعني بيطلب المساعدة 12 نقط مشهورة تقصها المعتدل يبقى دي هي الاجابة الصحيحة 13 يجب على كل شخص نقط رول يبقى هف رول يكون عنده دور يلعبه في تطوير بلديه موسيقى بعد كده is the thick hair الشارع الكسيف that covers the body of an animal ده اسمه فر نقاط is a word or phrase to explain things in a picture diagram ايه جماعة الكلمة او العبارة اللي بتشرح يعني الاشياء في صورة او في شكل توضيحي طبعا دي اسمها label نقاط means a way in which a person lives الطريقة يعني اللي الشخص بيعيش بيها طبعا اسمها life style اسلوب الحيالية اللي طربي قملة 18 بقول لي my uncle always starts his email with dear captain that's a funny note that's a funny introduction يعني مقدمة ايه funny مرحة dear كذا عزيزي كذا طبعا ايه مقدمة 19 بقول لك make an island in the sea بتعمل جزيرة في البحر the word make كلمة make here can be replaced by ممكن يتحلم حلها بايه بform ولا find ولا put ولا have طبعا form يعني تكون letter a بعد كده اخر جملة عندي بقول رياضة مهمة جدا قصد مفيدة جدا for your health لسا حتك the word useful كلمة useful هنا منز معناها طبعا معناها good يعني جيدة طبعا يوسفل مفيد والشيء المفيد بيبقى جيد يبقى letter d ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة